اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكون كل شي جديد وطبعا يا اصدقائي للحصول على قوالب الباوربوينت وملفات الانفوغراف الموجودة على موقع عالمكم رابط الموقع راح يكون بوصف هذا الفيديو في البداية يا اصدقائي خلينا نجيب صورة ونحط طبيعة الخلفية انا هون قمت باحضار صورة راح اخذها كونترول سي راح اجع علي الشريحة ورح انقر باليمين ومن تنسيق الخلفية تعبئ صورة او نسيج ورح اختار من الحافظة راح اتوجه الى قائمة ادراج ومن اشكال راح اختار مستطيل راح ارسل مستطيل على قدر مساحة العمل راح اتهاد المستطيل بدون ايطار والتعبئة راح اختارها باللون الاسود راح انقر باليمين على هذا المستطيل ومن تنسيق الشكل شفافية ورح اختار شفافية 30% بهذا الشكل طبعا اصدقائي انا وقت البديو اتوجه هلا الى قائمة ادراج ومن اشكال راح اختار شكل سوداسي ورح ارسم شكل سوداسي واعطيه استدارة رح لاي انه الزوايا عندي ايها حادة يعني انا بدي ايها ملتفة مثل هدول الزوايا كيف بدي اسوي هيك شي على برنامج بواربوينت طبعا برنامج بواربوينت ما بيقدم لي هاي الميزة اللي بتسوي فيه الاشكال الى الزوايا منحنية غير المستطيل فانا اجهز للكم موقع اسمه موقع فيجما هاد الموقع رح يسهل علينا خدمة الرسم وبعده رح نصدره من موقع فيجما اس في جي وبعده رح ناخدهنا على برنامج بواربوينت ورابط هاد الموقع رح يكون بوصف هاد الفيديو رح اضغط على ديزاينج فايل وبعده رح يفتح لي الموقع بهاد الشكل رح توجه الى اشكال ورح يطلع لي هون عدة اشكال رح اختار شكل المثلث ورح اضغط شيفت ورح ارسم مثلث بهاد الشكل رح توجه الى ديزاينج الموجودة هون باليمين عندي هون رقم المستقيمات الموجودة في الشكل انا هون رح سويهم ستة لحتى يصير معي شكل سداسي عندي هون الزاوية رح سويه خمسين بحيث تصير معي زاوية ملتفة بهاد الشكل رح اتوجه ورح اضغط على اكسبورت ورح اجي لهون ورح اختار اس في جي مبدأ بانجي مشان ما ينزل لي صورة انا باختاره اس في جي وبعدين رح اضغط على اكسبورت فرح يتم تنزيله بهاد الشكل على الداولود على جهاز الكمبيوتر رح اسحبه انا بهاد الشكل واخده على برنامج الباوربوينت متل ما اكون شايفين صار معي هون الشكل ولكن صورة تقريبا انا رح اتوجه الى تنسيق الرسومات تحويل الى الشكل وهيك رح يصير معي الشكل مثل اي شكل على برنامج باوربوينت رح ينقر عليه باليمين ومن تنسيق الشكل ابعاد هاد الشكل ورح فعل خيار تأمين نسبة الارتفاع الى العرض ومن تنسيق الشكل ارتفاع رح اختاره هون السبعة بحيث يصغر ليه بشكل نظامي رح حطه بهاد المكان رح توجه الى محاذا محاذا الى المنتصف ورح حطه بهاد المكان هاد الشكل رح تكرره بالضغط على كونترول وصحبه ورح حدد هادول الشكلين ورح كرره بالضغط على كونترول وصحبه مثل ما نكن شايفين هلا هادول الاشكال رح حددهن ورح انخر عليهم باليمين ورح اعطيهم تجميع رح كررهم بالضغط على كونترول وسحبهن مرة كمان رح اصبط مكانهم بهاد الشكل وهلا رح اضغط على كونترول شيفت ورح اكررهم للاتجاه المعاكس رح كرر كمان هدول مرة تانية بالضغط على كونترول وحطهم بالاسفل وهلا رح اضغط على كونترول وشيفت وصحبهن بحيث يتكرروا معي كمان للاعلى رح حدد هلأ كل اشكال ومن ترتيب محاذا توزيع عمودي هلأ أصدقائي رح نقرأ اليوم باليمين ومن تجميع رح نختار فك التجميع رح حدد الأشكال يلي هن تقريبا برات العرض التقديمي يعني هدول الأربع أشكال ما ننظرين معي رح أحذفون لأنه ما إلي شغل فيهم رح حدد هدول الأشكال ورح توجه إلى خيارات الشكل تعبئة خلفية الشريحة أول ما أضغط علي رح ياخذ لي التعبئة من الخلفية مثل ما كن شايفين رح توجه إلى تأثيرات ظل ورح أختار هذا النوع من الظل رح سوي الضبابية 16 ورح سوي الشفافية 0 بهذا الشكل هلأ أصدقائي مثل ما كن شايفين صارت معي الشريحة بهذه الطريقة رح حدد أول ثلاث أشكال ورح نقرأ اليوم باليمين ورح أعطيهم تجميع وهدول ثلاث أشكال كمان رح أعطيهم تجميع وهدول أشكال رح حددهم بالضغط على shift طبعا ورح نقرأ اليوم باليمين ورح أعطيهم تجميع وهيك صارت معي الشريحة يا أصدقائي هلأ رح أتوجه إلى هذا الشكل رح حدده طبعا هدول الأشكال كلهم سوايا جروب رح نقرأ اليوم باليمين ورح أعطيهم إحضار إلى المقدمة بعدين رح أضغط على shift ورح حدد هدول الأشكال ورح نقرأ اليوم باليمين ورح أعطيهم إحضار إلى المقدمة بحيث هدول يكونوا معي في الأعلى وتحتهم هدول وتحتهم هدول هلأ رح ترجع إلى حركات رح حدد كل الأشكال هدول ورح أضغط على shift ورح أختار حركة تحريك للداخل المدة رح سوية ثانيتين البدء رح أختاره مع السابق رح فعل جزء الحركة بحيث أشوف الحركات من خيارات التأثير رح سويهم من الأعلى بحيث ينزلوا معي من الأعلى هلأ رح حدد الحركات كلهم ورح نقرأ اليوم باليمين ومن خيارات التأثير إنهاء متجانس رح فعلها للأخير ورح أضغط على موافق رح حدد هدول الشكلين هدول اثنين ومن خيارات التأثير رح أعطيهم من الأسفل رح حدد الشكل النصاني ومن خيارات التأثير رح أختاره من اليمين وهلأ رح أشغل الشريحة ورح شوف حركة الأشكال كيف رح تطلع معي هيك طلعت معي حركة الأشكال أنا هلأ رح أجيب اللوغو مع النصوص مع ترقيم هاي الصفحة كونترول سي و كونترول في طبعا هون نسوي لهم حركات رح شيل حركات ورح نسوي لهم حركات سوى رح حدد هدول النصوص ورح أتوجه إلى حركات رح أختار تحريك للداخل المدة رح حطها 1.50 ومن البدء رح حطها مع السابق من خيارات تأثير رح أختارها من اليأسار ورح نقر عليها باليمين ومن خيارات تأثير رح اختار وثب عند النهاية بهذا الشكل وهلأ خلينا نشغل شريحة مرة تانية ونشوف كيف طلعت الحركة معنا بهذا الشكل أصدقائي صارت معي الحركة إبداعية ومتميزة في برنامج بواربوينت طبعا مثل ما حكيت في بداية الفيديو أنه هاي الشريحة فينا نستخدمها لأكثر من موضع سواء كانت شريحة افتتاحية أو شريحة خاتمة أو شريحة عنوان ضمن العرض التقديمي كما أكون عبد السلام صارح من قناة عالمكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر